في شهر رمضان اغلق عينايك وتمنى ما تريد ثم اقرأ هذه الصورة مرة واحدة وسيتحقق بفضل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعلن ومرحبا بكم متابعين الكرام أتمنى دائما يا رب أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دائما يا رب رمضان كريم عليكم يا رب فيديو النهاردة بإذن الله أنا أكلمكم على صورة عظيمة جدا أنت بإذن الله بتقرأها في رمضان مرة واحدة فقط ثم بعدها تغلق عينايك وتتمنى الشيء اللي أنت بتتمنىه أو الشيء اللي أنت نفسك الله عز وجل يحقق لك هذا الأمر وأبشر بإذن الله فمهما كان هذا الشيء أو مهما كان الشيء اللي بتتمنىه بإذن الله أيتحقق طبعا الفيديو النهاردة فيديو مهم جدا والصورة اللي هكلمكم عليها النهاردة صورة عظيمة جدا وهذه الصورة لها مواقف ومجربات مع أشخاص كثيرة وكانوا يقولون بفضل الله عز وجل أن هذه الصورة فعلا فيها أمور أنت مش متخيلها فيها فعلا مؤجزات وليها كرمات وهذه الصورة هي صورة عظيمة وصورة غنية فيها ثمرات وفوائد كثيرة جدا صورة أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قلب الكرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء قلب وقلب الكرآن ياسين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الصورة أنها قلب الكرآن هذه السورة هي من أكثر السور تجربة ناجحة بإذن الله في قضاء الحاجات وتحقيق الأمنيات لدرجة أن بعض المشايخ هذه الصورة هي من أكثر السور تجربة ناجحة بإذن الله في قضاء الحاجات وتحقيق الأمنيات لدرجة أن بعض المشايخ والعارفين والناس العظماء الكدامة كانوا بيتجربوا هذه الصورة كثيرا وكان في بعض المشايخ والعارفين بالله لهم طرق خاصة في هذه الصورة يعني كان في بعض المشايخ كانوا بيقرأ سورة ياسين بطريقة معينة لقضاء الحاجات وكان يقول أن هذه الفائدة كانت تنجح جدا في قضاء الحوائق والله عز وجل حقك لهم ما يتمنوا فبالتالي أنا أكلمك على صورة مباركة ومعجزة ومزيلة لو أنت نفسك في أي شيء أو نفسك في أي أمر تتمناه كل اللي طلبه منك أن أنت بتقرأ هذه الصورة بهذه الطريقة وبإذن الله بتقرأها مرة واحدة ثم بعدها أبشر وخليك يعني عندك بشرة أن بإذن الله الشيء اللي أنت بتتمناه أو الشيء اللي أنت عايزه أو الشيء اللي أنت نفسك فيه ربنا عز وجل يحقق أقولك بإذن الله والصورة ديت بإذن الله أنت تقرأها قبل النوم فأبدأ إن شاء الله في ذكر التفاصيل وذكر الأمور بس قبل ما أبدأ في ذكر تفاصيل الفائدة أتمنى أن أنت تعطر التعليقات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كنت زائرا جديدا لا تنسى ضغط اللايك حتى ينتشر الفيديو لكل المسلمين وتوجر بالثواب وإذا كنت زائرا جديدا للقناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس طبعا في البداية محتاج أقول لكم حاجة مهمة جدا وهي أن بإذن الله لو أنت قرأت هذه الصورة بيقين وكان عندك يقين في الله عز وجل ممكن النتيجة تبدأ من الصباح يعني ممكن النتيجة والبشارة تبدأ من تاني يوم بإذن الله طيب البشارة ديت قد تكون إيه؟ قد تكون سبحان الله راحة نفسية تبدأ بها الشيء اللي أنت عايزه أو المجال اللي أنت عايزه ممكن تبقى فتح باب من الأبواب من أبواب الرزق في الشيء اللي أنت نفسك فيه ممكن يبقى خبر مفرح عن الشيء اللي أنت عايزه وطبعا إحنا يا جماعة حاجتنا وأهدفنا متفاوتة فكل واحد حاجته او امنياته غير التاني ما فيش حد مننا عايز الحاجة اللي عايزها التاني يعني مثلا فيه شخص عايز السعادة وفيه شخص عايز محتاج المال والرزق وفيه شخص محتاج الزرية وفيه شخص محتاج الزواج وكل شخص ليه حاجة غير التاني طيب ولكن كل شخص مننا يا جماعة بيبقى نفسه في حاجات معينة كل واحد مننا يا جماعة واخد رزقه بالزبط يعني انت لو انت شخص مثلا بتعاني من فقرة او هم او كده انت هتلاقي ربنا رزقك بنعم في شخص تاني ما عندوش النعم داية فكل واحد مننا واخد رزقه وللأسف يا ريت يا جماعة كل الناس بيرضوا بالرزق بتاعهم او بيرضوا بالشيء اللي مقسوم لهم لا كله بيبقى عايز الحاجة اللي في ايدي التاني فالفايدة داية فايدة عظيمة جدا وفايدة قوية جدا ان شاء الله انت هتطبقها بس بالطريقة داية في رمضان وهقولك بإذن الله انت هتشوف وهقولك الطريقة ازاي اللي انت هتطبق بها الفائدة وهتشوف بإذن الله الكرامات وهتشوف الفايد الكتيرة جدا على حياتك كل اللي طلبه منك بإذن الله ان السورة داية ذكر الله عز وجل والذكر الله عز وجل المستحب في كل الأوقات والأفضل ان انت زي ما قلتلك تطبق الفايدة داية قبل ما تنام على طول يعني بحيث ان بعد ما تطبق الفايدة داية تنام على طول يعني بعد ما تقرأ السورة بهذه الطريقة تقوم بالنوم مباشرة وبإذن الله انت هتشوف الثمرات والفايد والبشرات بعدها زي ما قلتلك تطبق الفايدة دي قبل ما تنام على طول يعني بحيث ان انت نما هتطبق الفايدة دي هتنام على طول يعني بعد ما تكرأ الصورة بهذه الطريقة ونما تقوم النوم بإذن الله مباشرة بإذن الله انت هتشوف السمرات والفايد والبشرات بعدها وأنصحك كمان ان انت بعد ما تطبق هذه الفايدة ما تقعدش تتكلم مع حد يعني بعد ما تطبق الفايدة دي تنام على طول وده ان انت بتختم يومك او بتبقى خاتم يومك او بتخلي اخر حاجة في يومك هو ذكر الله عز وجل بصورة ياسين صورة عظيمة جدا زي ما قلتلك ان اللي معها بعض التجارب وعلى فكرة من الممكن ان انت بعد ما تقرأ هذه الصورة وتطبق الفائدة ديت ان شاء الله ممكن ترى رؤية صالحة وممكن الله عز وجل يرسل لك رؤية في منامك طيب انت بتجي بإذن الله قبل ما بتنام والفائدة ديت انت بتعملها في يوم واحد بس اول حاجة بتعملها ان شاء الله هي ان انت بتكون طاهر الثياب والبدن ان انت تكون طاهر الثياب والبدن وتكون متوضع وتحسن الوضوء ثانيا بتتوجع نحو الكبلة الشريفة تمام وبتستفتح الفائدة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي عدد تريد وبأي صيغة ولكن افضل الصيغة هي الصلاة الابرهيمية التي تقول في التشاهد وبعدها بتقول هذا الاسم العظيم وده الاسم المزهل المعجزة وده الاسم المزهل المعجزة اللي فيه ثمرات كتيرة جدا وهو اسم الله عز وجل المجيب بتقول يا مجيب مائة مرة بعد ما بتقول يا مجيب مائة مرة بتكرأ اسم الله عز وجل المجيب مائة مرة بنيجي للخطوة التانية ان شاء الله وهي ان انت بتغلق عينيك وبتتمنى الشيء اللي انت نفسك فيه وده عن تجربة شخصية يعني دي حاجة نكحت معي انا مش بكلمك على حاجة ما نكحتش لا حاجة نكحت ان انت بتغلق عينيك وبتتخيل الحاجة اللي انت نفسك فيها او الشيء اللي انت نفسك تحققه وبعد كده بتفتح عينك وبتبقى مستبشر خيرا يعني عندك تفاؤل عندك تفاؤل بعد ما بتطبق الامر ده بنجي للخطوة اللي بعد كده وهي بنجي للخطوة اللي بعد كده وهي ان انت بتكرأ صورة ياسين مرة واحدة فقط يبقى انت اولا بدأت اولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي عادة زي ما قلنا بالصلاة الابراهيمية او بأي صيغة تريد بعد ذلك بتقول يا مجيب مائة مرة بعد كده بتغلق عينيك وبتتمنى الشيء اللي انت نفسك تحققه بعد كده بتفتح عينك وتقرأ صورة ياسين مرة واحدة فقط طيب اغلاق العين دي توزفتها ايه وزفتها ان انت بتستحضر نفسيا وانت بتقرأ الصورة لان اهم شيء في الدعاء او اهم شيء في اللجوء لله القلب واستحضار النفس منفعش ان انا كون قاعد بدعي او قاعد بذكر الله عز وجل ان انا عاد افكر لا لازم اكون في خشوع وتضرع لله سبحانه وتعالى بعد ما بتقرأ صورة ياسين مرة واحدة فقط بعدها بتقرأ هذا الدعاء العظيم سبع مرات والدعاء اللي انت هتقوله باذن الله سبع مرات هو اللهم اني اسألك بانك انت الله لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم حقك ليه هدفي وهو كذا بعد كده بتذكر حاجتك او الحاجة اللي انت عايزة بتدعو الله عز وجل بالشيء اللي انت بتتمناه وممكن تدعو هنا بحاجة واحدة او اكثر من حاجة تدعو الله بما تتمنى وبما شئت بتقرر الدعاء ده سبع مرات يعني عملت المرة الاولى تعمله المرة الثانية والمرة الثالثة كل مرة بتذكر حاجتك في الدعاء لحد ما تخلص السبع مرات بعدها بتنم مباشرة بفضل الله عز وجل واذا طبقت هذه الفائدة بنفس الطريقة وبنفس الكيفية ان شاء الله هتشوف بإذن الله السمرات والكرامات الكثيرة جدا وطبعا انا زي ما عودتكم كاتب لكم كل التفاصيل وكل الخطوات الفايدة في صندوق الوصف يعني هتبص في صندوق الوصف هتلاقي لاني كاتب لك خطوات الفايدة كلها بإذن الله وفي الختام اسأل الله ان يوفق كل مرة هذا الفيديو وان يحقق له كل ما يتمنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمتم في خير